تنشط غالبية العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق في قطاعات الخدمات والتنظيف والمحال التجاري والمطاعم والمقاهي أيضا إلى أن هذه العمالة بالغالب غير قانونية فمن بين حوالي مليون عامل أجنبي في العراق يبلغ عدد العمال المرخص لهم بالعمل لأتجاوز مئة ألف شخص فقط ودخلت هذه الأعداد الكبيرة من العمال إلى العراق بفيزا سياحية دينية ثم تسربت إلى السوق سوق العمل وأصبح لها تأثير سلبي على العمال العراقيين إذ أنها سهمت بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتطمح وزارة العمل لزيادة نسبة العمال العراقية في قانون العمل الذي ينص على تشغيل 50% حيث ترغب بزيادتها إلى 70% كما تشاهدون وما تبقى فتذهب للعمالات الأجنبية على أن تكون ضمن تخصصات غير المتوفرة في العراق والمدرجة ضمن قاعدة بيانات مسجر فيها مليون و700 ألف عراقي يبحث عن فرصة عمل وتستقدم الشركات الاستثمارية والنفطية العمال الأجنبية للعمل في مشاريعها حيث لم يتم تقييد هذه الشركات بالنسبة محددة من العمال الأجنبية مشاهدين إذ تتضمن العقود فقرة تدعو لأن تكون الأولوية للعمال العراقيين إلا أن هذه الفقرة منحت الشركات الصلاحية مطلقة في رفع نسبة العمال الأجنبية في الحقول النفطية إلى أكثر من 50% وتصل متوسطات أجور العمال الأجنب الشهرية في حقول شركة نفط البصرة بحسب مطلعين إلى نحو 27 مليون دينار في حين ينخفضوا متوسط راتب ومخصصات موظفي الشركة على الملاك الدائم إلى مليوني دينار شهريا وإلى 600 ألف دينار للعراقين المتعاقدين مع المقاولين في وقت أوصى خبراء بإنشاء قاعدة بيانات رصينة عن العمال الأجنبية ورسم سياسات خاصة وملزمة بسوق العمل العراقي